بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لماذا يعترف مفسي بالفضيحة ايه هي الفضيحة هقولك الوقتي وفي الحقيقة الفيديو فيه فقرات مهمة جدا فلازم تشوفها فمثلا لازم تعرف ليه بعض الشخصيات بيعترفوا بالفضيحة وديه فقرة خليها لآخر الفيديو وفقرة مخابراتية مهمة جدا وعايز كمان اعملك مقارنة في الدخل السعودي اللي هو الفلوس اللي بتقش السعودية بين الحج وبين البترول عشان تاخد صورة عامة وكمان لسه عايز اكلمك على موضوع ايه ان السعودية اقتصادها قائمة على البترول لكن الحكومة السعودية بتحارب البترول وعايز اكشف لك كمان شوية من الفساد اللي في البترول يعني الفيديو هيطول شوية لكن كله مفيد للغاية ويعتبر اربع خمس فيديوهات في بعضهم فركز معايا وتفرج على الفقرات اللي تعجبك واللي ما تعجبكش سيبها وجزاكم الله خيرا وجاي لك بعض الفاصل الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي احيانا بنسى حاجة فبكتبها في تعليق مثبت اسفل الفيديو احيانا سيب لك الوابط للفيديوهات مهمة بعضكم ما شافهاش فلو سمحت اقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا نخش بقى في الموضوع والخلاصة عشان الجماعة اللي بيحبوا الخلاصة وهي فضيحة مبس اللي اعترف بها بماذا اعترف باختصار اعترف بالشهداء الحجاج بعد ما قعدوا فترة طويلة ينكروا ويقول لك ده الشهداء مش عارف كام ويقول لك كذا والوقتي بقى السعودية رسميا اعلنت ان هم 1300 حج هم اللي استشعروا في الحج هذا العام طيب هو الوقتي ليه مبس الوقتي بعد ما الزباب الالكتروني يغطى عليه التغطية دي كلها وبعد كده يطلع ان هو يعترف بيه الفضيحة هقول لك السبب بس عايز اديك بعض مخابراتي وبأكد عليك تتفرج اخر الفيديو على الشخصيات الكبيرة ليه بيعترفوا بيه الفضائح فخلاصة العمل ومبس الوقتي دوت باختصار هو يعني السعودية اعترفت بموضوع الشهداء الحجاج وكمية كبيرة وكده وانا اقول لك ممكن الكمية تكون كمان يعني اتعس من كده بكتير فالخلاصة هم اعترفوا عشان شيء مهم جدا ما هو هذا الشيء الشيء هذا ان هم عايزين يقولوا للحجاج المخلفين ان انت حياتك هتبقى في خطر لو حجيت من غير تصريح الوقتي واحد يسألني يقول لي يا كابتل لطيف طيب اش معنى المخلفين ده دي نسبة عامة اقول لك انا وانت سمعناها نسبة عامة لكن ما بين السطور بقى يا والشباب ايه هو ما بين السطور ما بين السطور اللي هو الوزير السعودي هذا بيقول لك ان الغالبية العظمى من الشهداء الحجاج هو طبعا ما قالش شهداء وبيقول لك الحجاج المخلفين بيقول لك الغالبية العظمى من الحجاج اللي ماتوا هم حجاج مخالفين يعني بمفهوم المخالف انك انت لما تيجي تحج وتحج بشكل مخالف يعني مخالف ايه يعني ما معكش تصريح يعني ما معكش تصريح من مبس اللي هم بيعتبروه ولي الامر وبالتالي حياتك تبقى في خطر وبهذه الطريقة يا ابو الابطال يبدأ يديك مؤشر على انه التنظيم افضل والتنظيم احسن والافلام اللي هم بيعملوه دي منظرا للإهمال ومش الإهمال الناس دول ماتوا يعني الناس الملتزمين مماتوش والناس المخالفين ماتوا ده الصورة اللي هو عايز ايه يرسمها في زهن الناس طيب وبعد ما يرسم الصورة دي ايه ردة الفعل بتاعها ردة الفعل بتاعها يا ابو الشباب ان الحجاج هيبدأوا يلتزموا في السنوات اللي جاية وهيبدأوا يدوروا على التصريح والبعض يقول لك تصريح مجاني ومش عارفيه ورديت على الموضوع ده في فيديوهات قبل كده وقلت لك هو مغلف التصريح مغلف وعشان تعمله في نهاية المطاف يا بالرشوة يا اما انك انت تلتزم بالشروط تروح عند الناس اللي هم بقى هيعملوا لك الشروط دي وتدفع ولكن في المحصلة يقول لك يا عمي احنا التصريح بتاعنا مجاني وكده دي اللعبة اللي بيلعبوها طيب الوقتي مبسع طرف مش خايف مش خايف طبعا هيخاف من ايه ما هو اصلا مسيطر بالقوة وانا قلت لك السعودية في حقيقة الامر اللي بتديرها المخابرات الامريكية مش من النهاردة ده من زمان جدا والفترة اللي فاتت ديت بعد مما سلمان اعتلى العرش وحب ان هو يورس العرش لابنه بدل ما يورس العرش من بعده لاخيه احمد عبد العزيز اللي هو بتاع الجبس بدل ما اللي هو كان يعني مدير شركة الجبس بدل ما يورسه العرش عايز يورس لابنه بما يخالف الاتفاقات السعودية فبيرفع التمن اللي ترامب والانجليز عايزينه عشان يسمحوله ان هو يخلي ابنه ملك بدل ما يخلي اخوه الكبير ملك ويخالف الاعراف بتاع الاسرة اللي بيسموها ملكية انتوا عارفين يا جماعة محمد بن سلمان ده يعني متفصل على ان هو يسمع الكلام وينبطح امام الصهينة ويخرب البلد وواضح ان هو مش فهم اي حاجة في اي حاجة وانا قلت لكم قبل كده انه الامريكان يعني نفضوه يعني ايه نفضوه يعني يعني خلوه يعادي اللي هم الاغنياء في السعودية لانه نهبهم ونصب عليهم في الريدس اتمنى ان يكونوا مش نسيين الموضوع ده وكمان نهب ولاد عمه وعلى رأسهم ابداء الملك عبدالله كل واحد مش عارف كان عنده كم مليار برضو نهبهم اللي هي الفترة اللي من حوالي 3-4 سنوات دي اللي هو قالك ان هو مبس بيحارب الفساد مبس يعني محمد بن سلمان قالك بيحارب الفساد ومش عارف ايه وبتاعه كده وبعد كده قام على العلم دي كلها نهبها وسرق الوليد ابن طلال وخطف من ده وعمل من ده وكده الاخ الاخ وبعد كده الفلوس دي كلها راحت فين ده السعودية النهاردة بتستدين ولسه هكلمك الوقت على المدخول السعودي لما أقلب على البترول خلاصة المدخول السعودي خلينا اخلص منه هم باختصار بيقولك المدخول حوالي 80 مليار دولار في السنة وده مبلغ متواضع جدا ده المفروض انه السعودية هيكون عندها اقل تقدير على سعر البترول الحالي بتبيع 9 مليون برميل كل يوم 9 مليون و 6 من 10 تقريبا كل يوم في سعر البرميل الوقت ما بيقلش عن 80 دولار يعني المفروض انه هم بيبيعوا بترول كل شهر بعشرين مليار اقل حاجة او اكتر كمان من كده وبعد كده ما تيجي تشوف البيع السنوي هتلاقي داخل على 250 مليار ويمكن يتخطاهم كمان وبعد كده يقولك المدخول 80 مليار امال بقية الفلوس راحت فين بقية الفلوس راحت للشركات الامريكية والبريطانية لهم اصحاب الامتياز هناك يعني نهب وسرقة عيني عينك مفيش راجل اصلا فولاد سعود ممكن يأمم البترول يقول الشركات دي امشي برغم ان الصراع العالمي الوقت معاهم يعني زمان مصطفى مصدق رئيس الوزراء الايراني لو انتم فاكرين حكيت لكم القصة دي من حوالي سنتين لما وجد دعم روسي امم البترول هناك صح ما نفعتش معاه وحصلت مشاكل وكده لكن مرة ورا مرة ورا مرة جات ونفعت بعد كده فخلاصة المسألة يا بالابطال مش هيعملهم حاجة زي كده هم مش مستعدين لان هم الوقت بالذات ولاد سعود هم زي ما قلت لك دخلاء على المنطقة وممكن الانجليز يفضحوهم في اي وقت وكده لكن الخطورة الاكبر ان هم عادوا الناس في المنطقة كلها وبالتالي هم الوقت بقاءهم مرهون بحماية امريكا ورضا الامريكان فبالتالي بيخضعوا اكتر حتى السروة اللي كان متحوشة ترامب نهابها يعني دعكنهم دعكة جمدة يا راجل بشكل لا يخطر لك على بال وهم خنعين وعمل يقول لك كذا ومش عارف اي وكذا خليني يا ابو الشباب انتقل الى ادام دخلت في البترول انتقل الى شيء مهم جدا يبين لك انه ولاد سعود بيطلقوا النار على اخدامهم كيف هذا الكلام ركز معايا يا ابو الشباب عشان الكلام الجاي بقى مهم جدا ايه هو الموضوع الموضوع احب ان انا ابسطه لك بكل بساطة في الاول اولك لو انت عندك بقرة والبقرة دي بتدي لك حليب والحليب ده انت بتبيعه وبعد كده بتربح منه ودي الصنعة بتاعتك ودي الشغلانة بتاعتك ودي ده اللي انت تحسنه النتيجة انك انت تعمل تموت البقرة ولا تتبحها ولا تجيب لها بديل ولا النتيجة الطبيعية انك انت تعتني بالبقرة وبعد كده تحاول انك انت تخلي بدل بيكون عندك بقرة يكون عندك اثنين وثلاثة وخمسة ده الموضوع الصح او التصرف العقلاني لكن السعودية ما بيعملوش كده يا ابو الشباب مع البترول ازاي الكلام ده مع السعودية في عز ما هم تاني احتياطي عالمي مؤكد في البترول وفي عز ما هم هم يعني منتج كبير جدا في البترول وفي عز ما هم معتمدين في الدخل بتاعهم على البترول الا ان هم بيحربوا البترول ازاي بيحربوا البترول يا عم محمد ركز معايا عشان اقولك ازاي بيحربوا البترول باختصار هم بيقولك ان هم بيدعموا الطاقة النظيفة انت بتدعم الطاقة النظيفة ليه اصلا هو ده السؤال انت بتدعم الطاقة النظيفة ليه عندك عجز في البترول ده انت يا حزين لها حل وتعممت على مستوى العالم مش هتنتك بترول ولما ما تنتكش بترول النتيجة انك انت هتفلس وتفتئر بمعنى الكلمة يبقى انت حياتك مرهونة في البترول برضو عايزين يعني ان نتكلم بشكل اوسع النقطة دي تفركز معايا عشان اقول لك البدائل اللي كانوا المفروض يعملوها وكانوا المفروض يتصرفوا ازاي ولما تعرف ده ده هتعرف ان امريكا هي اللي بتدير الموضوع هناك اصلا وان امريكا هي اللي بتدفعهم على ان هم يصرفوا على موضوع الطاقة النظيفة وعلى ابحاث الطاقة النظيفة اللي هي لو اتحققت هتخرب بيتهم يعني امريكا بتدفعهم للانتحار الاقتصادي في الموضوع ده المفروض زي ما شرحت لك في الدقيقة او دقيقتين اللي فاتوا دول ان السعودية والدول المنتجة للبترول بشكل عام يركزوا على ان هم يسوقوا البترول ولما يطلب منهم موضوع الطاقة النظيفة يقول لك لا احنا ملناش علاقة روحوا انتوا اصرفوا على ابحاث بتاع الطاقة النظيفة احنا ملناش فيها مصلحة ودي ساسة اقتصادية نكحة ومحدش يقدر يلومهم على الموضوع ده ما بيعملوش الحكاية دي طيب هم اصلا المفروض يدعموا البترول ازاي هم يدعموا البترول يعني المفروض الدول المنتجة للبترول لاسيما منطقة الخليج يقولوا ان الامريكان هو المشكلة بتاعتكم يعني هي مشكلة بيئة هيقول لهم اه احنا الوقت عندنا المشكلة مشكلة بيئة هيقولوا طيب ما يخالف الوقت فيه الطحالب اللي هي الطحالب مائية ديت مش عارف اسمها ايه كده بيقولك الطحالب دي يا ابو الشباب مسؤولة عن ان هي تمتص تلت الانبعاثات الكربونية في العالم والوقت هما عندهم مشكلة ان الطحالب ديت يعني البيئة بتاعتها مش مناسبة وان في حرب عليها وانا اقول لك اما تلاقي في حرب عليها تلاق وراء المخابرات الامريكية برضو دي تحطها في دماغات فالخلاصة انك انت واحد عندك بترول فتبدأ انك انت تتخلص من الاسار السلبية للبترول وتنفق على ابحاث تمكنك من انك انت تتخلص من الاسار السلبية للبترول ومن ضمنها الطحالب اللي انا بقولك عليها ديت يعني ايه المانع ان هما يهتموا بهذه الطحالب وبعد كده بدل ما هي كميتها الوقتي مثلا يعني كمية معينة يخلي الكمية تبقى ضعفين وثلاث اضعاف وبالتالي تخضي على انبعاثات البترول كلها لو وصلت لثلاث اضعاف او الى اربع اضعاف ايه اللي يخلينا نروح باريس واعمل معاهدة باريس وروح هنا واعمل مش عارفين انا مش عارف السعودية في معاهدة باريس ولا بس ايه اللي يجبرني انا على الامور دي كلها انا مش مجبر انا الوقتي انت عايز بترول تشتري بترول اهلا وسلام ما تشيرين بترول ما تجبرنيش ان انا اصرف لك على ابحاث عشان تغنيك انت عن البترول بتاعي خربت ابوهم المجرمين دول الاتنين خربت ابوهم ان كانت الادارة السعودية او ان كانوا اللصوص الامريكان بالنسبة لموضوع الطاقة النظيفة يا جماعة انا اقول لك هما مش هما بيتحججوا بموضوع الطاقة النظيفة هما اللي خربوا الدنيا اصلا موضوع الطاقة النظيفة دي لو هما عايزينها كانت العربيات الوقتي ماينتجهاش ميت مليون عربية في السنة تقريبا او حاجة وتسعين سبعة وتسعين مليون عربية في السنة او كده ملوش لازمة الانتاج الرهيب دوت وكان اصلا ممكن يحلوا المشكلة بمنتهى البساطة لو هما صدقين في الموضوع ده لهم يخلوا كفاءات العربية عالية بحيث ان هي تعيش بدل ما بتعيش هنا في اوروبا سبع تمن سنوات لا ممكن يخلوها كفاءة عالية تعيش خمسين ستين سنة ولا حتى اكتر من كده مع الصيانة ممكن تعيش بشكل كبير ويلخص الصيانة ويلخص قطع الغير وكده وبعد كده يستغنوا عن الانتاج المهول من العربيات ويمشوا في هذا الاتجاه وبكده البيئة هتنضف لكن فيه لسه ممكن ينضفوها لسه اكتر واكتر ازاي خليك معايا وجيلك وركز تنظيف البيئة في اوروبا عن طريق الالواح الشمسية والامور دي مهيش مضمونة بالمرة ومهيش فعالة وبرضو فعاليتها في الشرق الاوسط لكن هما يقدروا ينضفوا البيئة في اوروبا وبرضو مع استعمال البترول ازاي الكلام ده هتحرق بترول وبعد كده هتنضف البيئة من البترول اقولك وبرضو هقولك هزينك من الشعر بيت مع استهلاك مضاعف كمان للبترول وتستطيع انك انت تقضي على مشكلة البيئة وعلى مشكلة التلوث البيئة من سني اكسيد الكربون والامور دي وانت يعني بفكرة بسيطة وما تغبش عن الانجليز وما تغبش عن الامريكان لكن مصلحتهم مش كده ايه هي الفكرة دية الفكرة دية ابو الشباب انك انت تعمل مصلح كهربا لا دا انت بقى روح تبعيدك كابتل لطيف وشكلك وان وانت هي الكهربا بتتصنع هقولك اه الكهربا بتتصنع ومن البترول ما هي الكهربا عبارة عن ايه عبارة عن محرك بتشغله بالبترول بيولد لك كهربا يعني محرك يعني مولد الكهربا عكس المطور المطور تدي له بنزين او تدي له وقود يدي لك حركة والحركة تمشي بين اخطاب المغناطيس يعني ملف بيدور بين اخطاب المغناطيس بيولد كهربا ودي نظرية شغالة من زمان ومحدش يقدر يعترض عليها وبالتالي انت ممكن يعني تشتغل على الفكرة دية ازاي ماه انت تعمل مصلح الكهربا دا بمولدات ضخمة يعني بدل ما العربية بتروح تحرق مثلا من بنزين وهي ماشية وكميات العادم بتخرج وتتصرب في الجو انت مش قادر تتحكم فيها الموضوع بسيط انك انت تعمل العربية دي بالكهربا والعربية دي تشحن من اي مكان وتوفر مسائل الشحن بتاعها واماكن الشحن بتاعها وكده وبرضه بالفلوس وبعد كده انت تولد الكهربا في مصانع الكهربا الوقت يقول لي يا كابتل لطيف اول حاجة الكهربا هتبقى مضاعفة كمية البترول اقول له دا صح هيقول لي يعني احنا الوقت لو بنحتاج مثلا مليون برميل هنحتاج مليون وستة من عشرة او مليون وسبعة من عشرة اقول لك صح هيقول لي طيب ما هو حرق الكمية ازاي دا دي هيؤدي الى تلوث زائد موضوع وهو انت لما يكون عندك عادم خارج من مليون برميل بترول وما هوش تحت السيطرة خارج من الاف السيارات مش تقدر عليه مش هتقدر تحقوش ويخرج للبيئة غصبة عنك انما لما يكون عندك اتنين مليون برميل بيتحرقوا لكن هما تحت السيطرة في مصانع كهربا منتشرة على ربوع المنطقة كلها او على ربوع البلد كلها انا بس حسبتلك بالمليون عشان اقرب لك الموضوع لما يكون عندك انت عوادم طلعة من اتنين مليون برميل لكن هي طلعة من مصنع يعني تحت السيطرة يعني مش هتتصرب للبيئة الا لو انت صربتها يعني فيه فرق انك انت تحط الكات للعربية عشان خاطر يشدلك شوية سانو اكسيد الكربون وشوية غازات ومش عارفه كلام ده وفيه فرق ان الموضوع ده يطلع في مصنع وتحط الوباء فلا ترجم ده جدا وتبدأ انك انت تجمع فعلا حصريا كل الزبالة اللي هتطلع من البترول وكل العدم اللي هتطلع من اتنين مليون برميل بترول دول ولا واحد في الالف هيتصرب يعني انت عندك الوقت المشكلة المشكلة انت يعني جمعت المشاكل بتاع العربيات كلها في مكان واحد او في عشر اماكن كلهم تحت السيطرة انما مش هتقدر تجري ورا مليون عربية ولا حتى ورا ميت الف عربية مش هتقدر تجري وراهم العدم هيخر غصب عنك انت هتدي للعربية كهرباء وكهرباء من مصنع الكهرباء ومصنع الكهرباء شغال بالبترول والبترول بيطلع عادم والعدم تحت السيطرة في مصنع الكهرباء هتقول لي طيب ومسكنا العادم يا عم الكابت اللطيف وبعد ما مسكنا العادم هنعمل في ايه اقول لك بقى ركز معايا عشان الكلام الجاي بقى مهم جدا شوف يا سيدي العادم ده ممكن تتخلص منه بانك انت تخلي مزارع التحالب حوالين المصانع بتاع الكهرباء دي هنا وهناك وتقدر انك انت تتحكم في مصانع الكهرباء تخليها على شواطئ الانهار مثلا او كده بحيث ان التحالب يستفيدوا من ثاني اكسيد الكربون دوت ويخلصوك من نسبة كبيرة منه الوقت واحد يقول لي ممكن الفكرة ما تكونش عملية اقول لك الفكرة عملية مئة بالمئة لكن هافترض معاك انها مش عملية انت ممكن ادم سيطرت على ثاني اكسيد الكربون ممكن تحطه تحت ضغط عالي جدا وتحطه في استوانات وبعد كده تروح منزله بقى شوف الخبراء هيقولولك بقى هيقولولك احسن حاجة تنزله في اعماق المحيط او احسن حاجة تدفن في الطربة امريكا مش عايزة تجيب لك حل سهل في الاخر خالص عشان يجيب لك من الاخر لان الحل السهل دوت هيأثر على النصب والاحتيال اللي هي بتعمله لكن دايما تقولك هي عايزين مش عارف نعمل الكابسولات دي ونحطها في الفضاء والتكلفة دي عالية فضاء ايه وتكلفة العالية وكلام وايه كلام مفاضي اللي هما بيقولوه دا طبعا كلام هو يعني من ناحية المنطقية يتعمل لكن من ناحية الاقتصادية مكلف وهم اصلا الكلفة اللي هي بتاع يعني طرد النفايات مش عارف بيقولك ايه كده وكلام دا يعني الفكرة دي تخدم الشركات بتاعتهم اللي هي الشركة لما تكلف دولار بدون مبلغة والله العظيم انا عندي قناعة انه انا مش ببالغ لما الحاجة تكلف دولار ممكن يعني يحسب عليك انت بقى بيقعد يحسبها بحيث ان هو ينصب عليك وينهبك وما يخليك ش تاخد حاجة فممكن الحاجة اللي تكلف دولار يحسب ها لك انت بتلتمية ربعمية دولار ودي بقى مشي عبر التاريخ يعني مش جايبها لك من صوراتي الخديوة سعيد في قناة السويس اكبروه انه يستلف فلوس من فرنسا عشان يعمل قناة السويس اللي هتسيطر عليها فرنسا واللي هتاخد منها اعتقد 82% او حاجة زي كده وهو اصلا ما كانش محتاج الموضوع ده بس ركع وخضع لان الخديوة عباس قبليه رفض الموضوع وقتلوه وهو شايف الموضوع وعارف انه المسألة فيها رقبته وقولك انا مالي بالموضوع ده خليهم بقى ورح موقع ورح عامل ايه كل حاجة خائن طبعا حقير اسرة محمد علي كلها ما فيه غير هو الخديوة وعباس حلم الاول وعباس حلم التاني والبقيين كلهم زبالة خليني ارجع لنقطة مهمة اللي هو موضوع ان التحالب بتتغذى على ثاني اكسيد الكربون وبتستهلكه والمقال ده على فكرة قرأته في الجزيرة وبيقولك انه التحالب دي بتساهم بتلاتين في المية من المجهودات اللي هي المجهودات البيئة يعني اللي هي بتخلص البيئة من ايه من ثاني اكسيد الكربون النقطة اللي انا عايز اضفها ان الامريكان عارفين ومقتنعين والدول اللي هي عندها تقنية علمية عالية عارفين ومقتنعين ان هما لما يحبوا يسيطروا على تقنية ثاني اكسيد الكربون هيسيطروا عليها وهيخلصوا الاجواء من ثاني اكسيد الكربون سواء بالتحالب او سواء بشيء تاني احنا ما نعرفوش انا ذكرت لك موضوع التحالب للا انه مقال قرأته حين يعملوا الطاقة النظيفة ويصرفوا على الطاقة النظيفة هو فيه حد يا جماعة بيصرف على على مشروع هيخلي اللي قدامه يستغنى عن المشروع بتاعه الاساسي ده طبعا كلام مش منطقي ابدا خليني بقى في نهاية الفيديو وكلمك على الاعترافات السياسية زي ما قلت لك وعايز اخلصها بصرعة لان الفيديو ايه طول الاعترافات يا ابو الابطال بتيجي في عدة سياقات اول حاجة الانتحار السياسي زي اللي هما اا يعني كان كلمتكم عنه انا كان فيه انتحار سياسي لي قلت لكم المخابرات التركية بتدفع الساسة الاتراك المعارضين اللي هما يعني متورطين في بلاوي بتدفعهم للانتحار السياسي رجع الفيديو عشان ايه ده مش موضوع الوقت الانتحار السياسي لكن خلصتوا انه لما بيجي لما بتيجي اجهزة المخابرات تشوف واحد اا من الساسة وبعد كده تواجهه بالجرائم بتاعته وبعد كده تحطه بين ايه خيارين تقول له نوديك للقضاء وتتحاكم وتخش السجن مدى الحياة اول كان الدولة فيها اعدام يقول له هتتعدم ولا انك انت يعني اخلتك فينا شرك اقول له اكفيكم شري زي يقول له تطلع بقى ايه تعمل انتحار سياسي يعني مش هيطلع بقى يقول اه انا يا جماعة بنتحر سياسيا مش هيقول كده انما يطلع يقول كلام وتصريحات تغضب الجماهير اللي هم بيتبعوه اللي هم بيثقوا فيه تغضب الجماهير ديت وبالتالي هو يعني كده يبقى انتحر سياسيا زي ما عملوها في اكرم اغلو زمان لما جاء موضوع الجليد وكده في بقى اعترافات تانية زي انه الزعيم العصابة يخلي واحد من اعضاء العصابة يعترف بجريمة معينة ويقول له خش لك السجن بقى احنا هنحاول نخفف عليك الاحكام وما تخافش وندفع على الشيء وكده وخش في السجن وهتعيش معزز مكرم في السجن الظاهرة دي منتشر على فكرة في ايه في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين فده بيعترف بحاجة ما عملهاش عشان خاطر يحمي واحد الاكبر منه وهو ما بيبقاش الموضوع بمزاجه بيبقى هو خلاص زعيم العصابة اختاره فيا اما يخضع يا اما هيموت من ضمن الاعترافات دي اللي هو اعترافات النيتنياهو عايز يحمي امريكا باختصار يعني عايز يقول للناس يعني ان امريكا ما بتساعدناش ومنعت عن نسلاحه وكده وبعد كده بيدين نفسه وهو خلاص ثم ما فيش في ايده حاجة فهو نفس الصورة بتاع زعيم العصابة وعضو العصابة ده كمان ايه نوع من الاعتراف اه كمان بقى في الاعتراف السياسي او الاعتراف بالجريمة او الاعتراف بالشيء بيجي الاعتراف لسه فيه نقطتين عايز اقولك عليهم ايه هما النقطتين دول النقطة الاولى ان واحد بيسابخ بالاعتراف قبل ما حد يفضحه فعايز يبطل له السلاح بتاعه يقول له يعني هو ده سلاحك اللي انت ما اددني به فيروح اه يعترف واما يعترف بقى يجيب الموضوع بشكل مخفف واما يجيب الموضوع بشكل مخفف عنده مصداقية لانه هو اللي تكلم ومحدش فضحه وكده ومش عارفه بتاع فده كمان ايه واجه من الاول فيه بقى اعتراف كمان يا بالابطال بقصد الانتقام وطوريط الخصوم وده اه لما فضح جمال عبد الناصر وفضح الشياطين بتوعه وذكر ان هناك تقريبا مش فاكر بقى كتاب يعني من زمان ما على فكرة كتاب له اه ملخص عندي على القناة فدور عليه واسمع الفيديو فخلاصة الموضوع يا ابو الابطال انه بيجي هذا الاعتراف عشان يفضح شخصية معينة او حتى يفضح اكتر من شخصية اعتقد كوبلند تتكلم على جمال عبد الناصر ومعاها العشرات مش هو الوحدي وعلى رأسهم عزيز المصري اللي هو ابو الضباط الاشرار اللي محدش يعرف عنه حاجة فده كمان ايه كان بيجي برضو ايه من باب الاعترافات السياسية يعني انت ما تتخيلش ان مايلز كوبلند الجده يعني ضمير ووجعه وجارح عمل كل هذه الفضايح وكل هذه الاعترافات ده كان لو مش بي اس وبتدبير وبمؤامرة مع المخابرات الامريكية اللي هو شغلها كانوا قتلوه قبل حتى ما الكتاب يطلع بالابطال دي بقى هي يعني اوجه الاعترافات وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة